جددت المعارضة التركية انتقاداتها الحادة للمواقف الرسمية التي تعتمدها الحكومة والحزب الحاكم والرئيس إردوان فيما يتعلق بالملف السوري وفي وقت طارب فيه زعيم المعارضة التركية بضرورة التواصل المباشر مع الحكومة السورية في دمشق لحل كل نقاط الخلاف اعتبر بأن تركيا يجب أن لا تكون أداة في يد القوى الدولية حسب تعبيره سوريا بوليتيكا نرفض أن تكون تركيا أداة في حرب بالوكالة لدى القوى الدولية ونستغرب لماذا يرسلون أبناء الفقراء إلى سوريا ويعودون لنا بالأكفان لماذا لا يرسلون أبناءهم الحكومة التركية والرئيس إردوغان يقولون أنهم أنفقوا 40 مليار دولار على 3 ملايين ونصف المليون سوري يعيشون في تركيا هذه الأموال هي من أبناء الفقراء في تركيا وهم أولى بها الجانب الرسمي التركي من جانبه يتمسك بمطالبه المتمثلة بضرورة تطبيق وقف لإطلاق النار بشكل فوري ودائم في إدلب وبوقف تقدم الجيش السوري ثم بانسحابه من المناطق التي سيطر عليها حتى حدود اتفاقية سوتي كما تسمى الصلاحا جهود دبلوماسية وانتقادات حادة من المعارضة بالتوازي مع إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الداخل السوري فيما يبدو أنه تمهيد فعلي لعملية عسكرية وشيكة وفي الشمال السوري تبدو أنقرة الآن كمن يعزف لحن الحرب من خلال التعزيزات العسكرية التي تواصل إرسالها إلى محيط محافظة إدلب وهي التعزيزات التي تقول أنقرة إنها لتحصين نقاط المراقبة التركية فيما اتهم الحزب الحاكم في تركيا الجيش السوري وروسيا بعدم الالتزام بالاتفاقية الجانب الرسمي يتمثل في عدة نقاط مهمة بالنسبة لها أولا منع تدفق اللاجئين وإعادة من تدفق منهم هذه نقطة مهمة النقطة الثانية هي عودة القوات لحكومة دمشق والنظام ومن معه إلى ما خلف سوتي أو على نقاط الحدود مع سوتي لذلك أتوقع أن تركيا ما لم تصل إلى اتفاق سياسي مع روسيا أتوقع أن العملية العسكرية ستجري وستوافق عليها روسيا وإن لم توافق لا أعتقد أنها ستفعل شيء كما حصل في نبع السلام وكان الرئيس التركي قد هدد بعملية عسكرية واسعة ضد الجيش السوري بمشاركة القوات البرية والجوية إذا لم ينسحب من المناطق التي سيطر عليها في إدلم حتى أواخر الشهر الجاري وهي العملية التي يبدو أن أنقرة تستعد لها الآن في الميدان حسب متابعين عن المصبحات لقناة الغد إسطنبول